نظراً للانتشار المرتفع لسلالة تيرتا فقد صارت سلالة الوبائية الرئيسية في العالم ويجب أن نعرف المزيد من البيانات حوله ونتعرف على فعالية الرقاحات المدادة لفيروس كورونا الجديد من دراسة جيدة تسميم للتعامل مع الفيروسات طافرة المختلفة في الدول المختلفة أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجليترا تقريراً يوم الجمعة قالت فيه إن عدد الحالات المؤكدة بسلالة دلتا التي أبلغت الهند عن أول حالة إصابة بها زاد إلى 36630 حالة منذ 11 من يونيو الجاري كما أظهرت البيانات أن 90% من إجمال الحالات المؤكدة الجديدة في بريطانيا كانت حالات إصابة بسلالة دلتا بالإضافة إلى ذلك قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين يوم الجمعة إن سلالة دلتا كورونا ذات القدر المرتفع على التفشي تشكل الآن 89.3% من الإصابات الجديدة في موسكو بينما قال وزير الصحة الألماني يينس سبان إن سلالة دلتا ستصبح حتماً السلالة الرئيسية في ألمانيا ويحتاج الأمر إلى الاستمرار في ترويج لتطعيم لمكافحتها كما قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيلو والينسكي قالت يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تصبح السلالة دلتا من كوفيد-19 السلالة المهيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الفيروس المتحور يمثل الآن 10% من جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية السلالة المتحدة الأمريكية